اشتركوا في القناة المفاهيم الأساسية لنظم المعلومات وآلية عمل نظم المعلومات بالإضافة إلى مزايا نظم المعلومات ومكونات نظم المعلومات سنتحدث البداية ونتعرف على ما هو النظام وما هو السيستم السيستم أو النظام هو مجموعة من المكونات التي تتفاعل فيما بينها لتحقيق أهداف معينة وفق قواعد محددة هذه فكرة النظام أيضا تتعدد الأنظمة في واقع الحياة اليومية حيث يوجد أنظمة إدارية أنظمة مالية وأنظمة أخرى لدينا الشيء الآخر لدينا هو البيانات ما هي البيانات؟ هي أشكال مادية التي تمثل بها الحقائق والمعارف مثل حروف الهجاء والصور والأشكال هي الشكل الظاهري أو الشكل المادي التي تمثل بها الحقائق اللي هي الداتا واللي هي البيانات طبعا البيانات تتحول إلى معلومات عن طريق الحقائق والمفاهيم والمعارف والأفكار التي تؤدي إلى اتخاذ قرار أو سلوك أو تصرف والتي مصدرها بيانات المعلومات هي مصدرها أساسا بيانات حيث تتم معالجة تحويلها إلى هيئة قابلة للفهم مثل ما عرفنا الحين عندنا بيانات وعندنا معلومات المعلومات أساسها البيانات يتم عليها معالجة وتظهر لنا المعلومات كما سنتحدث عنها بالنسبة هذه عملية المعالجة هي العملية التي تتم على البيانات وتحويلها إلى معلومات عندنا بيانات سواء أحرف الهجاء لما تتم عليها المعالجة يكون لدينا اسم معين يصير معلوم لدينا ويصير معلومة عن طريق عملية المعالجة ويمكن استخدام المعلومات الصادرة من عملية المعالجة كبيانات في عملية معالجة أخرى لنحصل على معلومات جديدة هذا الشكل يوضح لنا المفاهيم الأساسية لدينا بيانات ولدينا معالجة ولدينا معلومات المعالجة تتم بين البيانات والمعلومات لنستخلص المعلومة الجديدة استخدام المعلومات الناتجة كبيانات في عملية معالجة أخرى لما يكون عندنا معلومة جديدة ممكن نستخدمها لمعالجة عملية أخرى لإستنتاج معلومات أخرى أيضاً نتطرق الموضوع نظم المعلومات الانفورميشن سيستم ماذا يتعرف أو ما هو تعريف نظم المعلومات يتكون مصطلح نظم المعلومات من شقين اللي هو النظم والمعلومات وقد تم التعريف كل منهما على حدة من خلال التعريفين يمكن الوصول إلى تعريف نظم المعلومات وهو كالتالي اللي هو مجموعة مكونات تتفاعل فيما بينها لجمع ومعالجة وتخزين البيانات وتحليلها وتنظيمها وأيضاً التحكم بها بهدف عرض المعلومات واتخاذ القرار أو دعم القرار في المنظمة وفق قواعد محددة اللي هي أداة التحكم في أداء النظام وفق قواعد منظمة وعندنا تخزين البيانات هذا الأمرين تتم أثناء عمل البيانات والمعلومات وأثناء عملية المعالجة نتطرق الآن إلى الجزء الآخر من الدرس اللي هو آلية عمل نظم المعلومات تتفق جميع أنظمة المعلومات بأن بها أربعة مهام رئيسية اللي هي مدخلات ومعالجة ومخرجات وتغذية راجعة كل هذه العمليات تتم مثل ما هو موضح بالشكل أمامكم عندنا مدخلات عندنا معالجة وعندنا مخرجات وتتم بينها اللي هو التغذية الراجعة بعد المخرجات وتعمل جميع الأنظمة من خلال هذه المهام وفق آلية واحدة ويمكن أن نطلق عليها وحدة حياة النظام هذه وحدة حياة النظام والتي تبدأ بالمدخلات وتنتهي بالمخرجات ويتخللها عمليات المعالجة والتغذية الراجعة كما هو موضح بالشكل المواد الخام لما تتم عليها المعالجة داخل المصانع ممكن نستخرج منها مثل قطارات طائرات سيارات إلى آخر مثال آخر لدينا البيانات لما تكون عندنا مجموعة كبيرة من البيانات باستخدام الكمبيوتر تتم المعالجة ونستخلص منها المعلومات التي نحتاجها هذه عملية المدخلات يوضح لك أنها تبدأ دورة حياة النظام بإدخال الموارد من بيانات المواد الخام وذلك باستخدام وسائل متعددة مثل مدخل البيانات، أجهزة إلكترونية، استشعار أجهزة استشعار خطوط، سير الإنتاج في المصانع كل هذه نستخدمها أيضاً أجهزة التوسط مع المستفيدين كتطبيقات الإنترنت وغيرها ويحدد النظام وفق قواعد المنظمة نوع المدخلات وكيفية إدخالها الأمر آخر الذي هو المعالجة يقصد بمعالجة بعد الانتهاء من إدخال موارد النظام تبدأ عملية معالجة البيانات وفق قواعد المنظمة وإحتياجاتها فنجد أن عملية المعالجة في نظام المستودعات تختلف عن عملية المعالجة في الأنظمة الأخرى مثل النظام الميزانية والأنظمة الأخرى من عملية المعالجة لنظام التحكم السير، الإنتاج داخل المصنع ونجد أيضا أن عملية المعالجة للنظام المستودعات في شركة تختلف ولو بجزء يسير عن عملية المعالجة للنظام المستودعات في شركة أخرى كل نظام مختلف عن الآخر في كل مؤسسة وفي كل منظمة المخرجات، بعد عملية المعالجة، ماذا نصل إلى المخرجات؟ مخرجات النظام، ويتم عرض المعلومات التي تحتاجها المنظمة بالطريقة والكيفية التي تريدها سواء ورقية أو على الشاشة أو أصوات تحذيرية أو ووامر تلقائية كل هذه العمليات أو المخرجات التي نستخرجها من النظام التغذية الراجعة، ماذا يقصد بالتغذية الراجعة؟ هي عملية التغذية الراجعة يتم تقييم مخرجات النظام لما تجينا المخرجات، سواء كانت من داتا بيانات أو عن طريق المصانع إلى آخره نأخذ المخرجات ونقوم بالتأكد من تحقيق الأهداف المنظمة ويمكن استفادة من مخرجات النظام لتكون مدخلات أيضاً في نفس النظام يعني لما نحصل على بيانات أو نتائج عن طريق تحليل البيانات عن طريق الكمبيوتر هذه تعتبر مخرجات ممكن أن نستفيد منها نضعها مرة أخرى للمعالجة لنستخلص نتائج أخرى هذه الفكرة منها ويمكن أن تكون مدخل النظام لنفس النظام وذلك لمعرفة الطلاب الأوائل أيضاً يستفاد من مخرجات النظام لتكون مدخلات في نظمة أخرى كما وضحنا مميزات نظم المعلومات تحرص المنظمات أن يكون لها نظام معلوماتي يقوم بجمع معالجة البيانات للوصول إلى معلومات قيمة تلبي رغبات المنظمة وذلك نظم المعلومات عندنا مزايا عديدة في هذا المجال سنتطرق لبعض منها المميزات اللي عندنا أهم ميزة عندنا اللي هي السرعة تقوم من منظمة المعلومات بتخال البيانات ومعالجتها بشكل سريع خلافاً عن البشر البشر ممكن يكون فيه التخاذ ممكن يكون فيه بطء في العملية لكن أجلسة الكمبيوتر تتم فيها المعالجة بشكل سريع جداً واستخلاص النتائج الدقة الدقة عندنا تكون مخرجات النظام دقيقة وخالية من الأخطاء بخلاف مخرجات التي تتم عن طريق الإنسان قد يخطئ نتيجة للتعب نتيجة الإرهاق نتيجة لعوامل أخرى قد تصيب الإنسان فلذلك الكمبيوتر دقيق جداً في استخلاص النتائج أيضاً لدينا التخزين يمكن لأنظمة المعلومات تخزين كمية كبيرة من المعلومات والبيانات في حي صغير جداً للرجوع عليها وقت الحاجة أيضاً لدينا السهولة يمكن الوصول للمعلومات بشكل يسير وبشكل سهل عن طريق أنظمة المعلومات توفير الجهد توفر نظم المعلومات الجهد البشري أيضاً التكامل تسمح نظم المعلومات بالتكامل فيما بينها وذلك بالاستفادة من البيانات والمعلومات الموجودة بكل منهما مما يسهم في تقليل التكرار البيانات الموجودة أنظمة المعلومات غالباً لا يكون فيها تكرار هذا يعطيها تكامل عالي في النظام بالإضافة إلى الاستخدام المتعدد تسمح أنظمة المعلومات بعدد كبير من المستخدمين الذين يمكنهم الوصول للنظام في نفس الوقت وذلك من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالإنترنت مما يسهم في الحصول على تحديثات جميع المستخدمين في نفس الوقت أيضا عندنا مرونة تكيف أنظمة المعلومات مع تغييرات طورات المنظمات وذلك بإمكانية تطوير النظام وسهولة التعديل عليه في أي وقت وفي أي زمان بالنسبة لتحديث النظام هذه يعطي مرونة عالية لأنظمة المعلومات الموضوع الآخر لدينا هو مكونات نظم المعلومات نظام المعلومات أو النظام في الشركات وفي المؤسسات يتكون من أربعة أشياء رئيسية لدينا المنظمة ولدينا القوى والعناصر البشرية وأيضا لدينا التكنولوجيا المستخدمة وأيضا البيانات والمعلومات كل هذه الأشياء تندرج تحت مكونات نظم المعلومات الأربعة الأشياء الأساسية سنتحدث عن كل واحدة على حدة لدينا في البداية المنظمة المنظمة المقصود بالمنظمة هي الهيئة أو التجمع الذي يقوم على تنظيم معين الهيئة والمنظمة التي تقوم على تنظيم معين وتكون هذه الهيئة إما حكومية أو الشركات الموجودة لدينا حكومية مثلا عندنا وزارة التعليم وزارة الصحة والوزارات الأخرى أو شركات مؤسسات تجارية مثل شركة أرانبك وشركة سابك وإلى آخرها من الشركات الأخرى أو جمعيات خيرية جمعية تحفيظ القرآن الكريم الندوات العالمية للشباب الإسلامي إلى آخره من الأمثلة لنظم المعلومات ولكل هيئة أهداف ونشاطات تحددها هذه الهيئة سواء كانت عن طريق تعليم أو صناعة أو خدمات أو غيرها من الأنشطة الأخرى وتحقق هذه الهداف من خلال مهام محددة لازم يكون عندها مدخلات، عمليات معالجة ومخرجات وتغذية راجعة هذه الأربع أشياء الأساسية لكل منظمة وكل هيئة وكل مؤسسة يتم عند بناء نظام معلوماتي الهيئة القيام بمهام بشكل آلي ما أمكن ذلك ويكون التحكم في عمل النظام المعلوماتي وفق أسس وقواعد الهيئة التي بني من أجلها النظام أيضا ثانيا عندنا القوة والعناصر البشرية لكل منظمة لازم يكون عندنا مجموعة من العناصر البشرية اللي يقال لهم الموظفين، الموظفين مهمين في إدارة المنظمة التي تعمل لتحقيق أهدافها ويحدد لكل عنصر بشري في المنظمة مهام والتي يقوم بها ويكون مسؤول عنها وهناك شروط لتحديد المؤهل عندنا المؤهل العلمي، عندنا سنوات الخبرة وتقييم الأداء الوظيفي وغيرها من الشروط لكل منظمة موجودة ويراء عند بناء نظام معلوماتي للمنظمة تحديد مسؤوليات كل موظف يعمل بداخله الأمر الآخر لدينا اللي هو التكنولوجيا المستخدمة العنصر الأبرز في مكونات نظم المعلومات هي التكنولوجيا المستخدمة في بنائه حيث أن تمكن نظام المعلومات من العمل بشكل أو لتحقيق الهداف المنظمة وجود هذه التكنولوجيا اللي هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن عمل النظام بدون أي خلل التكنولوجيا المستخدمة هي المساهمة في إنجاح هذا العمل الكامل للمنظمة وتنقسم تكنولوجيا المستخدمة عندنا اللي هي الهاردوير العتاد واللي هو السفتوير اللي هو البرامج للنظام آخر شي لدينا اللي هو رابعا المعلومات والبيانات التي تشمل البيانات جميع ما يتم دخاله إلى نظام المعلومات عبر الوسائط اللي دخال المختلفة ليتم معالجتها والحصول على المعلومات التي تحتاجها المنظمة تطرقنا اليوم هذا الدرس درسنا اليوم اللي هو وحدة نظم المعلومات تعرفنا اليوم على المفاهيم الأساسية للنظام وآلية عمل النظام وأيضا مزايا نظم المعلومات ومكونات النظام هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد